سياسة الاغتيالات التي تنتهجها إسرائيل منذ فترة ليست بالقصيرة زادت وطيرتها واتساعت رقعتها لتشمل مناطق الضفة الغربية بعد أن كانت تركز على قطاع غزة ثلاثة من قادة كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح هم إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح وحسين طاها لقوا مصرعهم إثر اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة بنابلس فيما جرح أربعون آخرون وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية التي قالت أن حصلت الضحايا في الضفة وقطاع غزة منذ بداية العام الجاري ارتفعت إلى 129 فلسطينيا من جهته أكد جيش الاحتلال أنه اغتال الناشط الفلسطيني إبراهيم النابلس الذي يتهمه بقيادة خلية عسكرية لكتائب شهداء الأقصى بعد ساعات من محاصرة منزل كان فيه بمدينة نابلس تخللته اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال أدت إلى إصابة عدد من عناصر المقاومة الفلسطينية بجروح لم تتأخر ردود الفعل المنددة بالاغتيالات حيث قالت وزارة الخارجية الفلسطينية أن إفلات دولة الاحتلال من المحاسبة والعقاب يشجعها على ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ويدفعها لاستباحة دمه بينما دعت قوى فلسطينية للإضراب والحداد لتصعيد المواجهة على نقاط التماس حركة فتح التي طالتها عمليات الاغتيال قالت أن هجوم الاحتلال على نابلس يهدف لتبرير إجراءاته المستمرة ضد الشعب الفلسطيني نتيجة للصمت الدولي فيما قالت حركة حماس أن الشعب الفلسطيني دخل في مرحلة جديدة مع الصراع ضد الاحتلال عنوانها الاشتباك المستمر في مدن الضفة وعلى الرغم من استخدام سياسة الاغتيالات التي طالت على نطاق واسع مئات القيادات والنشطاء يقول الفلسطينيون أنها لا تؤدي إلا إلى إشعاد الغضب ضد الاحتلال وتزيد من إصار الشعب الفلسطيني على توحيد صفوفه بوجه المحتل الغاصب بينما يرى الإسرائيليون أنفسهم أن هذه الاغتيالات لن تنهي قيادات المقاومة ونشطائها بل تؤدي فقط إلى استبدالهم بآخرين ترجمة نانسي قنقر